اخبار فنية جديدة من الجزائر انوان اهلا بكم مشاهدين الى تفاصيلها البداية من الجزائر وفي تصريح ناثر جدلا واسعا قال الممثل الجزائري محمد خساني ان الممثلين الجزائرين غير معروفين في العالم العربي متسائلا عن سبب اعتبار ذلك اهانة جاءت هذه التصريحات بعد ان قالت الممثلة السورية سوزان نجم الدين انها لا تعرف الممثلين الجزائريين خساني اوضح ان عدم شهرة الممثلين الجزائريين في العالم العربي ليس اهانة بل هو واقع يجب مواجهته والعمل على تغييرها واكد ان هناك العديد من المواهب الجزائرية التي تستحق الاعتراف والتقدير ولكنها تحتاج الى المزيد من الفرص للظهور على الساحة العربية في الجزائر نبقى وفي فيديو مثير للجدل الانتقد تراب كينغ الاغنية الجديدة التي اصدرتها نوميديا لازول وكادر جابوني مشبها صوتها بصوت الماعز كما اشار في فيديو الى ان هناك شراء مشاهدات لزيادة عدد المشاهدة على اليوتيوب هذا النقد اثر ردود فعل متباينة بين الجمهور حيث اعتبر البعض ان الانتقاد كان قاسيا وغير مبرر بينما رأى اخرون انه يعكس رأيا سريحا حول جودة الاغنية السلام عليكم خوتي ان شاء الله تكونوا بخير او لا ارتخلت لطنطن ظهرته ككلاني قلبي بس كانت بزاف ناسة ويهضروا بالأرقام لقيت غنية مكلاسية اللولى بتاع كالدر جابوني معانو ميديا سمعتها حبيت انتقية خوتي ومبلس الغنية هذه اي دائرة 2 مليون ويسون في 4 جور عبركت ما بشدير 2 مليون ويسون في 4 جور سيكرا اي دائرة بوز كبير ورى والبوز كبير هاداية ما تلاقيت بها في تيك توك لا في ستوري ما اشتها بره ما سمعتها اسبع غنية بشدير 2 مليون ويسون في 4 جور زم تلقاها بتلقاها بارتو اخو زماركوا تكذبوا عن الناس علشهاكوا تشاريوا ليه وتسبونسوري زيو شغولكوا طبي زيو ما تخافوش يتضحكوا عليكم الناس يخويا مليون فيتاعي ولا 3 ملايين ولا 4 ملايين في 4 ايام ماشي توعي ربوات عيب عليكم ما تحشموش زمانتكم اسمكم كبير قادة الخويا درت فيتوينك معها ما زالة بالك بالمقابل ردت نوميديا لزول على الانتقادات التي طالت كليبها الاخير بتأكيدها انها مرت بتجارب اصعب من ذلك مشهرة الى انها تركز على ابرازي طيبة قلبها في اعمالها بعد التجربة التي عاشتها اعادت نوميديا بقوة الى الساحة الفنية باغنيتها الجديدة التي حققت مشاهدات مليونية في وقت قصير سلامة شرع الجديدة مالية 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 اشتركوا حتى واحد ومعلبوا حتى واحد ليروا شيء ما يخلقوا حاليا كنكم كما انا تفكروا اشكفوا البحاية ليجوا وسهم وقدرت لهم والنورمال حجمت خلافهم الى سوريا اين يشارك الفنان سامر المصري في بطولة الفيلم الامريكي ما وراء الاعجابات بيوند دي لايكس الى جانب الفنانة جومان مراد التي سيكون لها ظهور خاص فيه والبلوغر نورستارز التي تلعب دور فاطمة ونشر المصري التريلر الاول له عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي مؤكد الموعد عرضه الاول في السابع التشرين الثاني المقبل بدوره شارك مخرج الفيلم ايلا جلونغ التريلر وكتب عليه الاستورة العظيم سامر المصري انت رائع اراك في العرض الاول للفيلم وتدور قصة الفيلم في العام 2008 حول خمسة اصدقاء يعيشون في شيكاغو يتمحون ان يصبحوا مؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي يعرض الاختلافات الثقافية بين الغرب والشرق عندما يقع احد الاصدقاء بحب فتاة ثرية ويشارك في بطولته عدد من الممثلين وصناع المحتوى الامريكيين يجتمع المصري ومراد في الفيلم الامريكي بعد الشعبية التي حصداها من خلال مسلسل باب الحارة بشخصيته العكيد ابو شهاب و شريفة اشتركوا في القناة الى مصر اينا اكد محمد هنيدي مع نظار الفارس انه يعتز بتعاونه مع النجم الكبير عادي الامام خلال مشواره الفني في اكثر من عمل من بينهم مشاهده بفيلم بخيت وعديلة حيث قال مشهدي معه في فيلم بخيت وعديلة لا يمكن طبعا احذفه تشرف لي بداية سعدي وتعليقا على قيام البعض في فترة من الفترات بالمقارنة بينه وبين الزعيم عادي الامام اوضح هنيدي طبيعي ده بيحصل في اي مجال واللي بيخلؤ الاعلام اقول والصحافة انا مخدتهاش بهذا الشكل ده بيزنس وشغل لكن عشان انت ارنوك باستاذك ما ينفعش حنهزر كما تحدث محمد هنيدي خلال الحلقة عن حجم طروته ذلك بعدما وجه له نزار الفارس سؤالا حول تردد اخبار على ان طروته تخطت حاجزا لمئة مليون جنيه اقول ليرد عليه هنيدي مازحا بأولو الصيت ولا الغنى نعمة من رب العالمين بس انا معرفش والله بمصر دائما اعلنت الفنانة المصرية نبيل عبيد عن مشاركتها في مسلشل جذوة الذي يمثل اول تجربة درامية لها في المملكة العربية السعودية وشاركت نبيل عبيد صورا عبر حسابها الرسمي على الانستجرام من المؤتمر الصحفي الذي اقيم في الرياض للإعلان عن تفاصيل المسلسل وعلقت قائلة البداية كانت من الرياض حيث اقيم المؤتمر الاعلامي للكشف عن مسلسل جذوة الذي ساقوم ببطولته الى جانب عدد من النجوم من مصر والسعودية هذا اول مسلسل سعودي اشارك فيه وانا سعيدة جدا بانه من انتاج الكاتب والمنتج السعودي خالد الراجح مساءكم برائحة البخور العربية تداولت معلومات عن استعداد كل من النجمتين أصالة وأحلام لتصوير برنامج تلفزيوني جديد سيعرض خلال الشهر رمضان 2025 وتستضيف أقول أحلام وأصالة في كل حلقة أربعة مشاهير ضمن جو تطغى عليه العفوية والمواضيع الشيقة وغير التقليدية بالإضافة الى مسابقات مسلية وفقرة طبخة وفقرات مسلية وتفاعلية أخرى تصدر اسم الفنانة اللبنانية إليسا ترند مؤشرة البحث وذلك بعدما تراجعت عن قرار تعليق نشاطها الفني الذي اتخذته مؤخرا بسبب الوضع الراهن في لبنان وأحيط حفلا غنائيا مميزا في دبي وقيم على ملعب كوكاكولا أرينا خلال الحفل تحدثت إليسا مع جمهورها وكشفت عن كواليس تراجعها عن تعليق نشاطها الغنائي وقد تدول محبي إليسا مقاطع من حفلها عبر منصات السوشيل ميديا وأبدى الكثير منهم سعادتهم بعودتها من جديد وأيد الكثير منهم موقفها من العودة للعمل على نقيد آخر أعلن الفنان اللبناني وإلجسار إيقاف نشاطاته الفنية بشكل مؤقت تضامنا مع الشعب اللبناني الذي يعاني من أوضاع صعبة وتحديات متتالية جاء هذا الإعلان خلال تصريحات تلفزيونية مؤثرة حيث عبر جسار عن حزنه العميق لما يمر به أبناء بلده من أزمات متلاحقة مؤكدا أن الوضع الحالي لا يسمح له بمواصلة تقديم الحفلات الفنية إلى تركيا أين قال الممثل إنجين أكيوريك في تصريحات صحفية على هامش حضوره حفل زفاف الفنان أزغور تيفيك إنه يحتاج العثور على فتاة يرتبط بها في البداية ثم سيحدد موعد الزفاف لاحقا مؤكدا على عدم وجود أحد في حياته خلال الفترة الحالية من على صعيد منفصل أقول علقت النجمة التركية هاندا أرتشيل على الانتقادات التي طالتها لعدم تفاعلها مع أحداث الجرائم ضد النساء التي وقعت في تركيا مؤخرا لا سيما أن جميع زميلاتها تفاعلنا مع الأمر بشكل مستمر وخلال لقاء صحفي قصير ردت الفنانة التركية على سؤال حول عدم نشرها أي شيء بخصوص الموضوع حيث قالت طالما أن القتلة والمختلين في الشوارع وليسوا في المكان الذي ينبغي أن يكونوا فيه ولا يتلقون العقاب ماذا سيحدث إذا أظهرنا ردة فعل وتحدثنا وأشارت النجمة التركية إلى أنها أيضا تخاف كثيرا عند المشي في الشارع وتظل تنظر وراءها بسبب كل تلك الأحداث التي تتعرض لها النساء قبل أن تضيف أنا ابنة هذه الدولة بالطبع سوف أشارككم أخاوفي إلى هنا مشاهدنا ينتهي نشرتنا لهذا اليوم شكرا لكم على حسن الإصائي والمتابعة وإلى اللقاء